ويليا نقرأ على موقع المملكة نتنياهو عار على مكرون الدعوة إلى حضر توريد الأسلحة لإسرائيل ندد رئيس وزراء الاحتلال بين يمين نتنياهو البيرح بدعوة الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون إلى الكف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل للقتل في قطاع غزة ولبنين وقال نتنياهو في بيان بينما تحارب إسرائيل يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانبها إلا أن الرئيس مكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حضر الأسلحة عن إسرائيل يجب أن يشعروا بالعار وأضافة أن إسرائيل تخوض حرب على جبهة عدة ضد مجموعات تدعمها إيران وأكد أن إسرائيل ستنتصر حتى بدون دعمهم لكن عارهم سيستمر لوقت طويل بعد الانتصار في الحرب وكان الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون دعا نهار سبت إلى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للحرب في غزة معتبراً وأن الأولوية هي للحل السياسي للحرب المستمرة منذ عام إمان سوف سكون يحكي على العار نتنياهو يحكي على العار رقم الأشياء العار بيدو أهو العار بيدو يحتوي على العار أحنا بش نفهمه هذي الكل يزمنا نرجعه وقتاش أتكلمة فرنسا وقت اللي تم ذرب لبنان وبعد أيامات وبعد أيامات هنا يجب أن نفهم العلاقة التي تربط فرنسا بلبنان في فرنسا بالنسبة للبنان يعتبرها الأم الحنون فرنسا الأم الحنون بالنسبة للبنان وفي الجمهورية الخامسة الفرنسية كل الرؤساء بداية من فرنسوا وميتيغان حتى الماكرون الناس الكلها زارت فرنسا نتذكر في 2005 وقت رئيس الوزراء سعد الحريري تم ارتياله مباشرة نتوجه جاكشيراك إلى لبنان وقت نذكره عمناول الميناء الانفجار الميناء في لبنان ماكرون تواجه مباشرة إلى لبنان ساركوزي كذلك معناها جملة من الرجال الأعمال إلى لبنان للمساعدة الاقتصادية وما إلى ذلك فما برشا حاجات صارت في لبنان اللي تخلي فما علاقة حميمية برشا وعلاقة قريبة برشا برشا لذلك بالنسبة لفرنسا وقتلت تضرب لبنان وكأنه مصالح فرنسا في المنطقة الضربت لذلك هو دعاء الدعوة هذه بالنسبة لعدم تسليم الأسلحة إلى لبنان إلى إسرائيل ولهنا يصير مباشرة إلى الولايات الضغط الضغط وعلى فكرة شفت تصريح متع مكرون وبعد التصريح هذا متع نتانياو يمشي حط بيافين تيفيبر ومشي شفتها وشو قاعدين يحكيوا ويبدو أنه العملية متع تسليم الأسلحة مش ترجع متواصل كنت تذكروا حكينا في التاريخ حتى على حكاية كيفاش يكون رئيس فرنسا ضد المشروع النووي في الكيان دولة ملوطة في فرنسا تعاون في الكيان كيف كيف حكاية الأسلحة رو ساعة تضوم هذه ديكلاراسيون جوست بش مكرون كي يمشي حتى فما علاقات دينية ما بين لبنان وفرنسا وفما علاقة ما بين الكنيسية في فرنسا والكنيسية في لبنان كيما نعرف وفما مسيحيين في لبنان وكل شيء وفما ارتباط وثيق ما بين شركتين أضوما هذك اللي فسر السباب الولاني متاع الفيبروبتيك اللي ما بين الزوز دول يلا نختم بهذا العنوان نقرأوا على موقع الجزيرة إسرائيل تقرر ضرب إيران وتتأهب في جميع الجبهات قال رئيس الوزارة الإسرائيلي بني مينة تانية وأن حكومته بشتواجه كل التهديدات الإيرانية ومحملة تهران المسؤولية عن الضربات اللي تتعرض لها إسرائيل من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق وأكد نتنياهو مضيهو في تحقيق تعهده بتغيير موازين القوى في الجبهة الشمالية وأضاف هذا ما نفعله الآن وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية البير حسبت وأن الحكومة قرت شن هجوم وصفته بالقوي والكبير على إيران مؤكدة وأن الاستعدادات تتم بالتنسيق مع واشنطن في حين رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في جميع الجبهات في ظل استعداده للرد على الهجوم الإيراني وقال نتنياهو تعرضنا لأكبر هجوم في التاريخ ولا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك ولهذا سنرد وأضاف إيران تقف خلف كل الهجمات علينا وهجمتنا مرتين بمئات السواديق الباليستية ولن نقبل هذه الهجمات البير حكونا تعرضنا لعديد تفاصيل مع محلين محمود وسواء من المحل اللي كان معنا مباشرة من تهران الإيراني وقال مع عبد البيري عطواني وقال في ساعة نجمون نصفه دولة الكيين وتليفون قص نسمعنا شباف وتليفون قص ولكن إيران مستعدة كلهم يقولوا أنه إيران مستعدة وعرفة أنه ممكن تردوها لو ردت وشوفنا حتى فيديوهات البرح هبتوهم في إيران فيهم استعراض للأسلحة للقوات اللي عندها معناها هاو شوفوا يا أحتي ليل معناها يا كيين إذا كان بش تردها وشنو عندي شنو نجمنا هو روك نقوله إيران مستعدة من بره نفهمه كان صوارخ إيران مستعدة بش تدخل الاقتصاد العالمي في حيط من الأخر هذي شنو تقصد؟ خطر إيران كي تدخل في حرب معادش فما بيترول هذي لول مش معادش فما بيترول مش معناه إيران تعطي في بيترول للكوكب الكل أما فما جزء من البترول ينقص دونك يتخل بزول سوين زيد فما حاجة أخرى دجال أسعار التفات دجال والبحر اللي في جنوب إيران اللي فيه الكويت والعراق وشويم سعودية وفيه الإمارات وفيه قطر وفيه البحر العربي ذاك كما يتسمع كل واحد كي بش تسميه من غاديكا يتعداوا ما بين ستين وسبعين في المائة من البترول متاع العالم اللي هو يخرج من الكويت ومسعودية ومدوا ذوك من كل بخلاف الجاز فكان إيران تدخل في حرب حتى البلاسة هذيكة بش توليفها التوتر وكيف كيف البابر اللي هزوا البترول مع شتاع دي ومغاتي مع زيد مضيق شاسمه هو باب المندب اللي بحض اليمن فهمتني دجا على طار يشتح معناها ما الأمور ما ما تعجبش دونك الاقتصاد العالمي بش يتخلبزوا إيران تعرفهم ليه أنها كان بش تدخل في حرب شاملة هذا بش يأثر على الاقتصاد وعلى أسعار الطاقة في العالم وليهذا يأثر على الاقتصاد في العالم الكل هذي بخلاف السوارخ بالنسبة لإيران كانها بش ترد ولا الكيان شنو بش يعمل الكيان ما نيش عارف هما تش يخموا بالضبط ما يحبوا يعملوا ضربة أنه هما يجاوبوا بش يقعدوا ديما يظهروا قويين بش يظهروا هما أقوى معنا ديما نحكي لكم أنهم رو يخدموا على تصويرتهم أكثر من كل شيء معناها بش يظهروا قويين واللي هما جاوبوا على ضربة لتضربوها من غير ما يخليوا المجال إيران تعود ترجع له مرة أخرى البارح كانت ليلى دامية ولت البارح كانت ليلة أخرى دامية على جميع المستويات ما نسيوش في هذا الكل راو القصف قاعد يتضاعف على غزة راهوا عشرات الضحايا بين البارح ولت البارح هما راهوا في غزة يقتلوا في العباد لا حماس ممش يلقاهم خلينا نحكي واضحين كنجاوب بش يلقاهم حتى زوزم الناس من حماس ولا راهوا القاوم وروا شدهم ولا راهوا قتلهم كما عملوا في لبنان والاغتيالات اللي عملهم في لبنان ممش يلقاهم هما قاعدين يقتلوا في العباد اللي في غزة تكور توا يستغلوا في الفرصة على خاطر العالم يمركز أكثر مع لبنان بحكم لبنان فأعلام أكثر وبلاد مش كما غزة قطاعها مسكر وحتى سوريا زادت تقصفت وبرشة بلايس وزادة برشة ما سمعوش اللي اليمن زادت تقصف البارح بقوات مشتركة معناها عالمية وكل شي العالم اللي هنا وين ماشي كنجوفه ماشيين في حرب إقليمية ظاهر والحرب الإقليمية هذية إيران بش تلعبها وبش تحاول لماكسيموم تقص كل ما هو طاقة على العالم اليد اللي قوية عند إيران لاهم صوارخ لاهم صوارخ نووية لا حتى شيء إيران كيتسكر لك البحر ما عادش فما بيترول يدور في العالم توقف العالم الكل ولكن إيران ما تحبش تدخل في حرب ما تحبش ما تحبش تدخل في حرب ما هاش هيا ماشية تشري في الحرب أما راهوا الفرس من أقوى لعبات في السياسة يلزمنا نبدأوا فاهمين راهوا نحنا في تونس معناش باكراوند كبيرة في اللعب السياسي على مستوى العالم واقع الفرس راههم هما اللي يخلقوا واللي يصنعوا الشترنج راههم يتكتكوا سياسة راه قد ما تقرأ كتب عليهم معناها والميكانيزم والأفكار اللي خلقهم الشيرة هذيك راههم يلعبوا راهوا ديما مش التصريحات هما اللي في الواقع واللي قاعد يتعمل إيران ما هاش ماشية شارية الحرب هذي الموضوع اللي تسوق فيه سوى لشعبها ولا للانترنسيونال ما كانت بربشني تلقان تلقاني فعلى مستوى الاقتصاد العالمي باش نسكر لك الطاقة في العالم الكل وعلى سوارخ الباليستي هاني عملت لك عرض نجم تشوف نواضح نواضح ياتيك السحامة حمودكي